موسيقى الرئيس الأسد يؤكد أن سوريا ستشهد إعادة ولادة طبيعية بعد الحرب ويقول أن الحكومات الأوروبية تدعم الإرهابيين وتعمل ضد مصالح شعوبها موسيقى مع بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية هل يشكل بداية جديدة لحل سياسي للأزمة؟ وفي ملفات ستوديو الحدث توتر غير مسبوخ في العلاقات الروسية الأمريكية وموسكو تصف إدارة أوباما بمجموعة من الفاشلين موسيقى أهلا ومرحبا بكم إلى ملفات ستوديو الحدث الرئيس بشار الأسد يؤكد أن سوريا ستشهد إعادة ولادة طبيعية بعد الحرب وأن المجتمع السوري سيكون أقوى بكثير من المجتمع الذي عرفناه قبل الحرب وفي تصريح لصحيفة الجورنال الإيطالية قال الرئيس الأسد أن على المسؤولين الأوروبيين أن يتوقفوا عن دعم الإرهابيين وأن يرفعوا الحصار الذي دفع العديد من السوريين إلى الذهاب إلى أوروبا وليس فقط بسبب الإرهاب لقد قدم العديد من السوريين إلى أوروبا بسبب الحرب بعد تحرير حلب يبدو أن الحرب ستنتهي ما الذي تريد قوله للأشخاص الذين هربوا من وطنهم؟ إذا سألتني ما الذي يريدونه فسأقول لك كسوري وهم مواطنون سوريون مثلي إنهم يريدون العودة إلى بلدهم لأن كل شخص يرغب بالعودة إلى وطنه لكنهم بحاجة لأمرين إنهم بحاجة للاستقرار والأمن وفي الوقت نفسه هم بحاجة لتأمين الاحتياجات الرئيسية اللازمة لمعيشتهم والتي خسيرها الكثيرون منهم بسبب الحرب في تلك الحالة لا أستطيع أن أقول أني أدعوهم إلى العودة إلى سوريا لأن هذا بلدهم ولا يحتاجون إلى دعوة للعودة ولكن ما أريد أن أقوله في هذه الحالة موجه للمسؤولين الأوروبيين الذين خلقوا هذه المشكلة بدعمهم المباشر أو غير المباشر للإرهاب في بلدنا وهم الذين تسببوا في هذا الطفان من السوريين الذاهبين إلى أوروبا بينما يقولون في الوقت نفسه نحن ندعمهم من منظور إنساني إنهم ليسوا بحاجة لدعمكم في بلادكم بل هم بحاجة لدعمكم في بلدنا عليهم أن يتوقفوا عن دعم الإرهابيين وأن يرفعوا الحصار الذي دفع العديد من السوريين إلى الذهاب إلى أوروبا بسبب الحصار وليس فقط بسبب الإرهاب فبسبب الحصار لم يعد بوسعهم العيش في بلدهم شكرا لكم العديد من المحللين السياسيين يعتقدون أن معارضة سوريا لمد خط الأنابيب الذي اقترحته قطر قد يكون أحد أسباب اندلاع الحرب عام 2011 ما أهمية قولكم لا لقطر في بداية الحرب إنه أحد العوامل المهمة لكنه لم يعرض علينا بشكل علني لكني أعتقد أنه كان مخططا له كان هناك خطان سيعبران سوريا أحدهما من الشمال إلى الجنوب يتعلق بقطر كما ذكرت والثاني من الشرق إلى الغرب إلى البحر المتوسط يعبر العراق من إيران حين ذاك كنا نعتزم مد ذلك الخط من الشرق إلى الغرب واعتقد أن هناك العديد من الدول التي كانت تعارض سياسة سوريا لم ترغب بأن تصبح سوريا مركزا للطاقة سواء كانت كهربائية أو نفطية أو حتى أن تصبح نقطة تقاطع للسكك الحديدية وما إلى ذلك هذا أحد العوامل لكن الخط المتجه من الشمال إلى الجنوب وعلاقته بقطر لم يطرح علينا بشكل مباشر الإرهاب تهديد عالمي في الأسبوع الماضي تعرضت ألمانيا لهجوم من قبل داعش هل تقدم الحكومة السورية المساعدة لأوروبا في محاربة الإرهاب وإذا كانت تفعل كيف تقومون بذلك الأمر بسيط وواضح أقول أني أستطيع مساعدتك إذا أردت أن تساعد نفسك لكن إذا لم تكن ترغب بمساعدة نفسك كيف أستطيع أن أساعدك المشكلة مع الأوروبيين هي أنهم لا يريدون مساعدة أنفسهم المسؤولون والحكومات الأوروبية يعملون ضد مصالحهم إنهم يعملون ضد مصلحة شعوبهم إنهم يدعمون الإرهابيين وإذا كانوا يدعمون الإرهابيين في منطقتنا كيف يمكن أن أساعدهم كي لا تحدث هجمات إرهابية في أوروبا لا أستطيع إذا لم يكن لديك سياسة جيدة قبل اللجوء إلى الاستخبارات لا تستطيع تحقيق أي نتيجة سواء من خلال الاستخبارات أو الجيش أو أي طريقة أخرى السياسة هي المظلة والسياسة في أوروبا تدعم أولئك الإرهابيين عندما يغيرون سياستهم سنكون مستعدين لمساعدتهم السؤال الأخير سيادة الرئيس لقد عانى المسيحيون كثيرا بسبب الحرب ما هو الدور الذي يلعبونه في مساعدة سوريا اليوم إذا نظرت إلى سوريا ليس اليوم وليس خلال السنوات القليلة الماضية بل خلال القرون الماضية تجد أنها كانت دائما متنوعة وكانت بوتقة صهار للأديان والطوائف والإثنيات المختلفة لدينا طيف واسع من التنوع ودون هذا الطيف الواسع من التنوع لن يكون هناك سوريا بصرف النظر عن الإسم وبصرف النظر عن الحدود السياسية أنا أتحدث عن سوريا كمجتمع كما كانت قبل الحرب بسبب هذه الحرب حدثت العديد من التغيرات الديمغرافية سواء بسبب نزوح الناس داخليا أو هجرتهم خارجيا انطباعي وأنا واثق من ذلك هو أنه بعد الحرب ستعود أغلبية السوريين إلى سوريا وهكذا يمكن القول أن سوريا ستشهد إعادة ولادة طبيعية من جديد إذا شئت لأنها لم تتلاشى بعد هذا أولا ثانيا لقد قربت هذه الحرب العديد من السوريين من بعضهم البعض لقد تعلموا الدرس بل العديد من الدروس أنهم إذا لم يقبلوا بعضهم بعضا وإذا لم نحترم بعضنا بعضا على كل المستويات لا يمكن أن يكون لدينا مجتمع موحد دون هذا المجتمع الموحد لا يمكن لسوريا أن تنبعث من جديد ولذلك أعتقد أنه لا يمكن فقط التحدث عن انبعاث سوريا من جديد بل أستطيع أن أشعر أنه عند عدم وجود الإرهاب فإن المجتمع سيكون أقوى بكثير من المجتمع الذي عرفناه قبل الحرب بفضل الدرس الذي تعلمناه شكرا سيادة الرئيس شكرا لك ترجمة نانسي قنقر بحث الرئيسان الروسي بلاديمير بوتن والكازاخستاني نور سلطان نزار باييف في اتصال هاتفي التحضير للمحادثات حول الأزمة في سوريا المرتقبة في الأستان عاصمة كازاخستان ويأتي ذلك بعد الإعلان عن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ اليوم ومن المرتقب أن تعقبه لقاءات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة في سوريا فهل سيشكل الاتفاق بداية الحل؟ الإعلان عن الوقف الشامل للأعمال القتالية في سوريا لقى ترحيباً واسعاً وفتح آفاقاً جديدة للحل السياسي للأزمة في سوريا دمشق وصفت الاتفاق بأنه فرصة حقيقية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة وأوضح وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن هذا الاتفاق جاء بعد انتصار حلب وأنه يعكس حقيقة أن ما بعد تحرير حلب ليس كما قبله وبالتالي لا بد من الاستثمار السياسي للنصر والخطوة الأولى أمام هذا الاستثمار هي وقف الأعمال القتالية الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعلن استعداد الأطراف لبدء حوار حول تسوية الأزمة في سوريا مؤكداً أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب الدولي ودعم الحكومة السورية الشرعية بينما شدد وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويغو على أن مجموعات ما تعرف بالمعارضة المسلحة التي لم تنضم لاتفاق وقف الأعمال القتالية هي مجموعات إرهابية وأوضح أنه تم فتح خط ساخن مع تركيا فيما يخص الرقابة على تنفيذ الاتفاق إعلان أعاد الحديث مجدداً عن لقاءات ستبحث آفاق التسوية السياسية وخاصة تلك التي من المقرر أن تجرى في كازغستان وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجي الروسي أن موسكو ستدعو ممثلي الأمم المتحدة للانضمام لتطبيق الاتفاقات حول سوريا وأنها تعول على انضمام الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب بعد تسلمها السلطة الشهر المقبل لجهود التسوية في سوريا ولمتابعة هذه الملفات وما يتعلق بموضوع وقف الأعمال القتالية الوثائق التي وقعت أساساً ومضمون هذه الوثائق وما تحمله في الأيام القادمة على كل الأصعيد عربياً إقليمياً ودولياً أرحب بضيوفي في استوديو الحدث لهذا اليوم في الاستوديو الأستاذ عضو مجلس الشعب السوري ورئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين أهلا ومرحبا فيك أستاذ عمر أوسي بساء الخير إيفار باش ومناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة أحييكي سترانيا والإخبارية السورية والفريق العامل أهلا ومحبا والسادة المشاهدين ومجموع مكونات شعبنا السوري وتحية لضيوفك الكرام الصديق العزيز الزميل نحرحب فيهم أنا ولا ترحب فيهم نعم عبدالقادر عزوز خليني رحب لك المباشرة بالدخطر عبدالقادر عزوز عضو مجلس عفوا عضو وفد جنايف المفاوض وبتأكيد أيضا أستاذ عمر أوسي عضو وفد جنايف المفاوض وأيضا من دمشق عبر الأقمار الصناعية الأستاذ أنس جودة رئيس حركة البناء الوطني أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا في ملفات استوديو الحدث أهلا وسهلا بك حياكم الله أبدأ معك مباشرة أستاذ عمر أوسي ما الجديد الذي حمله هذا الاتفاق على صعيد الملف الكردي بشكل مباشر خلينا نكون الواقع أن الانتصارات الاستراتيجية المدوية للجيش السوري البطل والقوات الحليفة والرديفة في منطقة حلب وبقية على امتداد الجغرافية الوطنية السورية كانت نقطة عطاف وتحول كبير في مسار الأزمة في سوريا وسوف يكون لها تداعيات سياسية ومن هنا أنا أعتقد بأن أحد أهم هذه التداعيات السياسية هو البدء بالتفكير الجدي لتحضير لكونفرانسات وبلاتفور دولي قد يحصل في كازاخستان كما دعا له الرئيس الروسي كونفرانسات ومؤتمرات ثلاث جولات لطالما كانت الدولة السورية والحكومة السورية منفتحة على إيجاد حل سياسي وضرورة انعقاد حوار سوري سوري وهي المساعي السورية أساسا لكن خلينا نكون واضحين ومباشرين لو سمحت خليني استفيد من الوقت في كثير من الملفات والقضايا بتحتاج لتفسير جديد هذا الاتفاق في الملف الكردي تحديدا أستاذ عمر أنا أقول لك الموقف الكردي وأنا أتحدث عن موقف وحدات الحماية الكردية دي فاكتو التي لها جناح مسلح لشكل واقع هو تنظيم الكردي الوحيد في سوريا الذي يمتلك جناح مسلح في المناطق الكردية وحدات الحماية الكردية وحدات الحماية الكردية يبهجا كان لها موقف وكان لها مساهمة فعالة في تحرير مدينة حلب وهذه الانتصارات الاستراتيجية في العسكرتاريا حأحكي عن هذا الموضوع بس خليني أحكي إلى أي حد الاتفاق الذي وقع وأوبريم للأكراد دور كبير فيه أو مساهمة فيه سأجي على دور الملف الكردي أساسا فيما جرى في حلب اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي جرى ما دور الملف الكردي تحديدا في هذا الموضوع أنا سأقول لك أنت تعلمين بأن التنظيمات الكردية تتمتع بعلاقات إيجابية وكبيرة مع الحليف الروسي وحتى مع الدولة السورية التي لم تقصر في مد وحدات الحماية وهذه التنظيمات بالتغطية النارية بالمدفعية والطيران والدعم اللوجستي والدعم الأمني لكن هناك فيتو من قبل الدولة التركية بإقصاء المكون الكردي من المباحثات التي ستجري في كازاخستان في الأستانة كما فعلت في جينيفا هي تعتبر أصلا المشروع التركي مشروع الاحتلالي الاستعماري التركي للجغرافية الوطنية السورية في مثلث جرابلوس والباب ومنبج هو لقطع الطريق أمام التحام الكنتونات الكردية الثلاث وخاصة كانتون عين العرب كوباني مع كانتون عفرين هذا شرط أساسي من شروط تركيا تركيا دخلت الجغرافية السورية لضرب هذه الإدارات الذاتية ابتداء من حول دجة يعود الملف التركي للأقصاء من جديد السبب في ذلك أن اليد التركية تحاول بشكل مباشر أن تبعد الأكراد عن أي مسار حال في سوريا وبالتالي سنتحدث بعد أقلين عن ردود الفعل المتوقعة لو سمحت لي دكتور عبدالقادر عزوز وحضرتك أيضا عضو الوفد إلى الحوار السوري في جينيف أسألك بداية حول رأيكم كحكومة سورية رأيك بالاتفاق الذي أوبريم إلى أي حد هذا الاتفاق يحمل جديد لحل الأزمة السورية نعرف بطبيعة الحل أنه ليس الاتفاق الأول لا شك في البداية أسعى مسائك أنسيرانيا مساء جميع ضيوفك الكرام مساء جميع العاملين في الإخبارية السورية لا شك كل عام وسوريا وشعبها وجيشها وقائدها بألف ألف خير نتمنى أن يكون العام القادم عام محبة وسلام كما قال يسوع البسيح سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم وبالتالي نتمنى حقيقة أن يكون العام 2017 بشارة خير وبشارة ولادة جديدة لسوريا كما بشر بها أيضا السيد الرئيس سيدتي الكريمة لا شك أن اليوم نظام وقف الأعمال العدائية أو وقف الأعمال القتالية يشكل اليوم إعادة إحياء من جديد لا شك بأن الدولة السورية هي صاحبة المبادرات الأساسية في تفعيل نظام وقف الأعمال القتالية منذ 22 شباط منذ القرار 2268 لكن الصعوبات واجهت لجهة عدم وجود ضمانات إقليمية ودولية داعمة البعض استغل نظام وقف الأعمال القتالية لإعادة تأهيل طاقته الحربية الإرهابية الاستيلاء على أراضي جديدة لم يكن هناك حقيقة منطق حقيقي يكون أقرب إلى منطق الواقعية السياسية أعتقد اليوم بأن انتصار الدولة السورية وأصدقائنا في دحر الإرهاب في مدينة حلب شكل أساسا ومنطلقا لمنطق الواقعية السياسية انتقلنا من وقف أعمال قتالية ليس له الإلزام السياسي والقانوني لا يناقش قضايا سياسية وقانونية مع الافتراض بأنه وصل إلى مرحلة وقف إطلاق النار كما تحدثت وأشار إليها القرار 2254 عن وقف إطلاق نار في الفقرة الخامسة مع بدء انطلاق عملية سياسية موازية أعتقد أن ميزة الاتفاق هو الطابع الإلزامي لجهة إلزام الأطراف الآخرين وداعمهم على المستوى القانوني فيما يتعلق في الضمانة والضامر الأساسي لوقف الأعمال القتالية وعدم حدوث وتكرار أي خروقات في هذا الجانب بكل الأحوال نتحدث في هذا الاتفاق عن خمس نقاط تبدأ بوقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية باستثناء المقرات العسكرية لتنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها تركيا تضمن التزام المعارضة بالاتفاق ووقف كامل أنواع القصف طبعا هذا الجديد الذي نستطيع أن نتحدث بطبيعة الحال عنه بأن هناك ضمانات في هذا الاتفاق تضمن الأطراف الدولية الضامنة للاتفاق مثل روسيا وتركيا عدم محاولة الأطراف الاستيلاء على مناطق جديدة وهي نقطة تستوجب بطبيعة الحال الحديث والتفسير في مجموعة من النقاط لسيما الخروقات التي قد تحدث في بعض الأحيان وهي حدثت بطبيعة الحال في حماوة إدلب يوم أمس نتحدث أيضا عن مجموعة من النقاط اقتراح عالية مناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار وأطلاق مفاوضات للوصول إلى حل سياسي خلال شهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والنقطة الأخيرة إدخال المساعدات إلى جميع المناطق المحاصرة بطبيعة الحال هي النقاط الخمسة التي تضمنها اتفاقه في الأعمال القتالية ثلاثة وثائق كما أعلنها الرئيس الروزي بلاتي مير بوتين لو سمحت لأستاذ أنس على صعيد المعارضة الداخلية ماذا تعتبرون بأن هذا الاتفاق تحمل جديد لموضوع حل الأزمة السورية ومن وجهة نظركم أساسا كمعارضة داخلية بداية مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وعيات سعيدة على جميع السوريين هذا الاتفاق اليوم بتأكيد هو اتفاق يأتي في مرحلة صعبة لهذا الاتفاق اليوم يفتح المجال بشكل جدي ربما لعادة الاستقرار ما يهمنا اليوم أن يكون هناك عودة للاستقرار وعودة لمناخ مناسب ليكون هناك عمل سياسي ومجتمعي داخل سوريا أكثر ما نتحدث عن أهمية أن يكون هناك اتفاقات دولية في جينيب أو في الأستانة أو في غيرها ما يهمنا اليوم وما نراه هو الأساس هي قدرة السوريين على الحركة مرة أخرى قدرة السوريين على العمل في الشأن العام مرة أخرى وعلى التحرك في شؤونهم وهذا الأمر بالتأكيد كان تحت ضغط السلاح يعني تحت ضغط العمال المسلحة لم يكن هناك أمكانية لفتح مجالات العمل السياسي وبالتالي هذا الاتفاق اليوم قد يساعد في هذا الأمر الاتفاق هو بيسله مثل غيره من الاتفاقات التي جرت في الفترة الماضية هذا الاتفاق فيه من الهشاشة وفيه من نقاط القوة دعونا نذكرها نقاط الهشاشة ونقاط القوة في هذا الاتفاق نقطة القوة الأساسية اليوم أن الضامن للمجموعات المسلحة هو الضامن المباشر أو داعم المباشر لهذه المجموعات سابقا كانت الاتفاقات تتم بين الولايات المتحدة بشكل أساسي كضامن لذلك الطرف والولايات المتحدة كما نعرف هي ليست مباشرة كان هناك عدد تسليح لمجموعات مسلحة سلحتها الولايات المتحدة ولكنها ليست المتحكم المباشر بهذه المجموعات كقطر والسعودية وتركيا تركيا اليوم تمسك زمام عدد كبير من هذه المجموعات وبالتالي هي الضمان مباشر وهذا يعطي جدية أكثر لهذا الاتفاق نقاط الهشة في هذا الاتفاق النقطة الهشة في هذا الاتفاق أن اليوم الاتفاق يأتي في وضع دولي غير مستقر في نهاية الأمر لن يكون هناك ثبات للعملية السياسية بدون وجود الولايات المتحدة وبدون موافقتها هذا واحد واثنين ما زال هناك قطر والسعودية التي لديها عدد من المجموعات ولديها مصالح أيضا في هذا الاتفاق التي لم تتحقق أبدا اليوم إذا نرى هذا الكلام اليوم السعودية صامتة لأسباب سياسية لأسباب استراتيجية لا نعرف هذا الأمر ولكن هذا أحد نقاط الهشة الأطراف الثلاثة الموجودين كانوا في موسكو ليسوا هم جميع الأطراف هم الأطراف الوازنين المؤثرين الأكثر ارتقلا ولكن ما زال هناك علينا أن نرى الإدارة الأمريكية تسليح قرارها بتسليح المعارضة منذ الأسبوع الماضي كان قرارا فجائيا ومستغربا قرار البارحة بطرد الدبلوماسيين الروس أيضا هو يفتح الباب على صراع دبلوماسي قوي قد لا يكون كما تصور البعض أنه سيكون هناك فترة شهر عسل بين إدارة ترامب وبين الرئاسة الروسية كل هذه الأمور تعطي نقاط هشاشة للاتفاق ولكن كما نقولك هو مثل كل الاتفاقات التي جرت في الماضي علينا الاستفادة من النقاط الإيجابية ومحاولة سد نقاط الهشاشة لبناء إعادة بناء سوريا وبناء المجتمع السوري بطريقة جدية وبالتالي تعتبرون بأن أي تحرك نحو عملية سياسية جديدة هي ستنعكس إيجابا أساسا على دور واضح للمعارضة الداخلية أتحدث عنكم بشكل مباشر تعتبرون بأن هناك عملية أقصاء من هكذا تحركات أو اتفاقيات تجري من خلال ما جرى من توقيع وثائق واتفاقيات بصراحة لو سمحتوا أستاذ أنص هلأ أي مجال أي مسار سياسي هو مفيد لسوريا قطعا على الأقل هو يقلل من إزهاق الأرواح من الخسائر المادية التي تجري في سوريا من المجتمع كل هذه الأمور الخط العسكري أو المسار العسكري لا يؤدي إلى حل هو يؤدي إلى إقصاء أو إلى ضرب مجموعات مسلحة أو مجموعات أرهابية غير مقبولة غير قابلة للعمل السياسي ولكن وقف أي مجال سياسي هو مفيد في هذا الأمر بالنسبة للإقصاء أنا أعتقد أن اليوم جزء كبير من السوريين هم مقصون عن القرار السياسي فيما يتعلق بسوريا فقدنا جزء كبير من أوراقنا كسوريين جميعا وحتى كمعارضات سواء في الداخل أو في الخارج لا أريد التحدث عن معارضة الخارج وعن مشاكلها ولكن هذا أمر مختلف ما نقوله نحن بشكل أساسي أن الحل السياسي أو إعادة بناء سوريا أو إعادة بناء المجتمع السوري بشكل أساسي هو يأتي من الداخل هذه القرارات الدولية أو المسارات الدولية تهمنا فقط فيما يتعلق بوقف اطلاق النار والاتفاق الدولي يعني مصالح الدول نحن ليس لنا علاقة بمصالح الدول عملنا في الداخل لإعادة بناء المجتمع فسواء كنا في ذلك المسار فسنحاول مساعدة هذا المسار ودعمه وإذا لم نكن فيه فعملنا مستمر في الداخل وهو العمل الأهم من هنا يعني في جولة جينيف الماضية كانت جولة تمثيلية لم تقدم ولم تؤخر يعني وكنا هناك وكان الأمر يعني مسرحية لا أكثر ولا أقل العمل الجدي والحقيقي هو في الداخل الاتفاقات الدولية هي الوقف اطلاق النار ولضمان مصالح الدول وصلت الفكرة طيب لو سمحت لي أستاذ عمر رؤوسي إن كانت الاتفاقيات التي جرت أو الاجتماعات عفونا التي جرت عبارة عن مسرحيات كانت تجري سواء في جينيف أو غيرها ما الذي سيجعل الطابع الآخر الذي ستذهب إليه كل الأطراف إلى المعارضة ولا أدري إن كانت كل الأطراف ستحضر لن تكون مسرحية جديدة من المسرحية التي تحدث عنها في أنس جود الصحيح نحن في مثلا جولات جينيف الثالثة بجلساتها الثلاث كنا نفاوض ديمستورا في غياب ما يسمى المعارضة الخارجية وهم أجهدوا عملية جينيف بعد أن تلقوا أمر العمليات من المايستور الأمريكي وبعاس تركي سعودي لنسف المفاوضات في الجلسة الثالثة منذ أول يومين منذ أول 48 ساعة لأن هناك كانوا يحشدون للسيطرة على حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا الآن الانتصارات المدوية للجيش السوري والانهيارات الدراماتيكية للمجموعات والمنظمات الإرهابية ومشغليها من دول أوليغارشية وأنا أقصد مشيخات الخليج في السعودية وقطر والغرب الاستعماري والدوائر الصهيو الأمريكي والمايستور الأمريكي وهذه الانتصارات التي ستنتشر إلى بقية الجغرافية الوطنية السورية يمكن في إدلب أو الرقة على شكلة انتصار حلب هي التي غيرت المعطيات وبات الوفد السوري والدولة السورية تفاوض من موقع القبوة وحس الإرهابيين والذين يغطونهم المعارضات الخارجية وبعض المعارضات الداخلية البعض أركز على كلمة البعض هم كانوا يغطون هذه الأعمال العنفية الإرهابية من قبل المنظمات الإرهابية علماً بأن لتلك المعارضات الخارجية ليس لها أرضية ولا حاضرة اجتماعية ولا شعبية في سوريا هذه المعطيات هي التي دفعت بالحل السياسي إلى المقدمة ليسارعوا الأطراف الراعية سبونسر للإرهاب داخل الجمهورية العربية السورية إلى عقد مثل إلى الإسراع في عقد كازاخستان التي تمت بتوافق بين العواصم الأربع دمشق، موسكو، طهران، أنقرة وأيضاً بدأ الحديث عن مؤتمر جينيز بس بشكل مباشر لم يكن هناك تواصل مباشر بين دمشق وأنقرة نعم صحيح لكن عن طريق الحليف الروسي الروس ضمنوا الحلفاء ضمنوا موقف الجيش السوري والقوات الرديفة وتركيا هي التي تفاوض نيابة على المجموعات الإرهابية هذه المعادلة أصبحت واضحة وعليه إلى أي حد نعتبر بأن اليوم إقصاء الملف الكردي أو إقصاء الأكراد من هذه المحادثات أو من أي خطوة لن يشكل إلا عائق أساساً في واقع الحل لتبحث عنه كل الأطراف المتواجدة سواء في الأستانة أو غير الأستانة 100% إذا لم يشارك حزب الاتحاد الديمقراطي وهو أكبر حزب كردي سوري ويمتلك جناح عسكري في المفاوضات القادمة إن كان في الأستانة أو في جنيف فهناك ضعف في التنفيذ الكردي صحيح مثلا وفد الدولة السورية فيه تمثيل كردي ويشرفني أنه أنا مثل هذا التمثيل لأن غالبية الكرد السوريين هم من أهل الدولة وهم مع السيد الرئيس ومع سوريا هذه حقيقة قد لا يعرفها البعض هم يفكرون بأن الأكراد كلهم في سلة واحدة لا الغالبية سحق الأكراد وطنيون ومع الدولة السورية ومع الوطن السوري وأيضا هناك مع الأسف في وفد الرياض وفد تلاف إسطنبول هناك ممثل للأكراد للمجلس الوطني الكردي وهم لا يمثلون على الأرض كتلة ديمغرافية وازنة يبقى تمثيل الاتحاد الديمقراطي يجب أن يمثل في المعارضة السورية في هذه المؤتمرات الدولية وإلا سيصبح التمثيل الكردي ناقصا وهذا سيضر بموضوع التسوية الشاملة في سوريا على أساس تفاهمات قد تتم على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي وعليه نستطيع أن نعتبر بأن المرحلة القادمة هي مرحلة لم يكن فيها هناك تمثيل مرة دولة الفعل المتوقعة من الطرف الكردي على هذا التحرك الواقع نحن عندما هذه الأطراف الدولية وبإعاز من تركيا وبفيتو تركي قالها لنا صراحة ديمستورة عندما سألنا نحن بالوفد السوري لماذا لحزب الاتحاد الديمقراطي غير ممثل في وفد المعارضة قال هذا فيتو تركي قالها علنا يعني حكاها أشكرا لا يحق لتركيا أن ترسل معالم الوفد المعارض هناك أيضا معارضة داخلية هناك معارضة دمشق يجب أن تمثل هذه الأحزاب والأخ أنس وواحد من هؤلاء وغيره لذلك لا يحق للأطراف الدولية وخاصة تركيا أن تركبوا أو تعمل فورما الوفد المعارض هذا يحدده السوريون لذلك أعتقد بأنه إذا لم يحضر الاتحاد الديمقراطي لأنه ديفاكتو هو الأمر الواقع وهو أكبر الأحزاب الكردية السورية ويمتلك جناح المسلحة لن تكون العملية السياسية سريمة أو ماشية على السكة الصحيحة وعليه نسأل أستاذ عبدالقادر عزوز بداية وأنتم والأستاذ عمر أوسي بأعضاء وفد الجمهورية العربية السورية إلى المحادثات التي ستنطلق إلى أي حد اليوم تعتبرون بأن الخطوة في الأستانة قد تشكل أرضية ثابتة للحوار المرتقف في جنيف الذي أعلن عنه ديمستورا في 8 شباط والذي لم تؤكدوا بطبيعة الحال الأطراف كسوريا طبعاً سيرانيا يجب فقط أن أوضح عدد من النقاط طبعاً ليس انطلاقاً من تحليل سياسي بحض وليس من موقف سياسي آخذاً بعين الاعتبار أن الموقف السياسي قد يتسم بموقف أيديولوجي أو مبدئي انطلاقاً من التحليل السياسي أعتقد أن الحديث عن وقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية في هذه المرحلة لا شك بأن الدولة السورية وصلت إليه بعد جهد كبير وبكل الأحوال نحن نعلم أنه في التعامل مع السياسي الخارجية للدول عادة ما يتم التركيز على التوجهات الاستراتيجية كبرى وليست تعاملات التكتيكية الوقتية فاليوم إيماننا يجب أن يكون بمبدأ الحلول المركبة جوهر هذه الحرب جوهر مركب إقليمي ودولي وبالتالي لا نستطيع إلا أن أقول أيضاً بأن مبدأ الحلول المركبة سما في إطار تعاطي الدولة السورية بمرونتها بشكل أساسي ومزاوجتها ما بين قوة الحكمة وحكمة القوة إذن هذا معيار أساسي فيما تعلق بوقف الأعمال القتالي اليوم وأعتقد بأن الحديث عن غياب أمريكا أو غيره سنتحدث عن غياب الطرف الأمريكي والتركي وعافون القطري والسعودي لكن خليني ركز بس على نقطة لو سمحت أنتم كوفد أو خليني نكون واضحين بشكل مباشر تلقيتم دعوات لديكم تحضيرات لمؤتمر الأسيتانة يعني يوم أمس وزير الخارجية السورية أكد أن ووفد الجمهورية العربية السورية سيشارك باجتماعات الأسيتانة هل تؤكد لنا ببعض التفاصيل لها علاقة أساسا بالوفد الذي سيشارك لديكم معلومات أساسا عن الوفود التي ستحضر إلى الأسيتانة ووفود المعارضة طبعا الآن سيرانيا لا شك بأن هذا الاجتماع بشكل أساسي يشكل اجتماعا داعما ومكملا لإطار مؤتمر جينيف وجولاته بكل الأحوال هذه التدابير تتعلق سياديا بالدولة السورية حتى الآن الدولة السورية طبعا هي تدرس وهي تقوم بكل الجهود المتعلقة بإنجاح هذا الحوار هناك جملة تدابير هي لا تريده طقصا يؤدى لا يتريده فقط اجتماع ثم يتم فضل اجتماع لا شك بأنها تريد عملية سياسية ويستأهل السوريين بعد سنوات الحرب وحجم دماء شهدائنا الأبرار لا شك بأنها تستأهل عملية سياسية هذه العملية السياسية تحتاج إلى جملة متطلبات تشكل أساسا واضحا في إطار أيضا منطق المعارضة وما هو المطلوب منها لديكم معلومات دكتور عبدالقادر عزوز من الوفود المعارضة التي ستكون موجودة في الأسيتانة تلقيتم معلومات حول هذا الموضوع طبعا هذا الشأن يعني الرعاة فيما يتعلق بحوار الأسيتانة بشكل أساسي أخذين بعين الاعتبار بأن حوار الأسيتانة والكل يتحدث بأنه يشكل منصة داعمة لإطلاق جولة جينيف أخرى بشكل أساسي تكون داعمة وتكون مؤسسة لعملية سياسية كما قلت جدية وحقيقية تنطلق من منطق التشارك وليس منطق الإقصاء أو منطق المحاصصة بشكل أساسي بل بمنطق احترام التجربة الديمقراطية احترام ويجب بناء مرجعية وطنية سورية بامتياز بشكل أساسي كبدهيات أساسية والانطلاق بعدها كما قلت إلى عملية سياسية تعيد تنظيم المجال العام في سوريا على أساس مبدأ الشراكة وليس مبدأ الإقصاء والعزل أساساً مبدأ الشراكة والإقصاء والعزل أستاذ أنس جودة عندما نتحدث عنه لا نستطيع إلا أن نتحدث عن مجموعة من المعطيات التي تحدث يوم أمس كان هناك مؤتمر صحفي لأحد الفصائل المسلحة كان هناك إقصاء مباشر وواضح لكل المنصات منصة القاهرة ومنصة موسكو ومنصة الأسيتانا وقالوا بأن الممثل الوحيد الذي سيحضر في الأسيتانا الأسيتانا هو ممثلي الهيئة العليا للمفاوضات بين قوسين طبعاً وفد الرياض بشكل مباشر إلى أي حد تعتبر أن الإقصاء فيه لو أنه تم فعلاً في الأسيتانا ما هي ردود الفعل المتوقعة منكم؟ أولاً كمعارضة داخلية أيضاً ما المتوقع على صعيد أساساً تواجد منصات كالقاهرة وموسكو والأسيتانا أيضاً؟ يعني في حال تم هذا الأمر كما قال الدكتور عزلوس وقال أن هذا الحضور هو من شأن الرعاة وللأسف هذه هي الحالة السورية التي وصلناها اليوم أننا في مؤتمرات دولية نحن كسوريين لا نملك مفتاح هذه المؤتمرات ولا نملك أن نقرر من سيدخل لها ومن لا سيدخل لها وليس مسموح لكم أن تقرروا تتحدث كمعارضة داخلية أستاذ أنص؟ لا أحد مسموح له أن يقرر اليوم من موجود على الطاولة يعني كما قال الدكتور عزلوس هذا شأن الرعاة هم يقررون من يجلس على الطاولة وهذه حالة مأساوية اليوم يعني كانت تخصي أيضاً الطرف السوري في هذا الموضوع في حال سيادي في حال كان هناك وفدها لكن الأمر الآخر من له تبعية إقليمية أو دولية لا شك بأن هناك أدوات تأثير إقليمية ودولية الدولة السورية صاحبة قرار سيادي فيما تعلق بوفدها بوفد الجمهورية العربية السورية وما من طرفي يستطيع التأثير عليه على الأطلاق؟ عفواً عفواً بعد الإذن من الأستاذ أنص والدكتور عزلوس الواقع وفد الرياض وما يسمى اتلاف الرياضي يعني الاعتراف السوري المعارض قرر المشاركة رسمياً في اجتماعات الأسيتانة نعم ولطالما كانت الدولة السورية تشارك في كل المؤتمرات الدولية وستشارك في مؤتمر الأسيتانة ما عم نتحزز عن مشاركة وعند مشاركة الأستاذ أنص عم بيقول أنه ما في طرف من الأطراف اللي حاضرة على هذه العوارات تملك القرار عم يحكي صح لأن القرار أصبح لهؤلاء السبونسر الرعاة هذه المؤتمرات ولكن أعتقد بالنسبة لوفدنا ووفد الدولة السورية حتى الآن لم نتلقى دعوات شخصية من أعضاء الوفد لكن بشكل مباشر قد يتغير هذا هذا هو قرار الدبلوماسية العملاقة لسوريا والقيادة السياسية السورية طيب بهالحالة يعني ما بعرف بس مشان نوضح بهذا التفصيل حتى الطرف السوري لا يملك القرار بهذا الموضوع لو سمحتوا لي ضيوفي خليني اسمع منك دكتور عبدالقادر عزوز بهذه النقطة سيدة الكريمة فيما يتعلق سأرجع لك أستاذ أنس بس خليني أخذ هذه النقطة لأرجع لموضوعك طبعا للتوضيح لك وأيضا لأخي وصديقي أستاذ أنس وإستاذ عمار أستاذ عبدالقادر عزوز فيما يتعلق أستاذ أنس أشار بأن ما من طرف من كل الأطراف الموجودة التي تجلس على الطاولة في مثل هكذا مؤتمرات تملك القرار سيدة الكريمة يجب التوضيح بأن الجانب الروسي هناك تنسيق عالي المستوى مع القيادة السورية بكل تفصيل كبيرها وصغيرها وهذا التنسيق سيادي فقط ليؤكد فيما يتعلق بوفد الجمهورية العربية السورية ومشاركته بشكل أساسي هذا قرار سيادي للدولة السورية لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يؤثر فيه أو يعمل على تغيير آليات عمله ويعلم الأستاذ عمار بأن كل آلية عمل وفد الجمهورية العربية السورية كانت سيادية سورية بامتياز فيما يتعلق بالتوجهات والطروحات وأيضا المقارب العاطي مع السيد ديمستورا طيب وعليه أستاذ أنس لو سمحت لي إذا كنا نفترض وهذا بطبيعة الحال ما تتضح عليه الأمور هناك تنسيق عالي المستوى بين الروس وسوريا في كل المجالات إذا أردنا أن نتحدث عن مصادرة القرار هل تقصد في مصادرة القرار السوري في مثل هكذا اتفاقات وقف الأعمال القتالية المؤتمرات أم تتحدث حتى بشكل مباشر وعام في هذا الموضوع يا سيدتي كنت أتحدث بسياق وأنتم ذهبتم بسياق مختلف تماما في نهاية الأمر عندما نتحدث عن وفد السلطة ووفد الحكومة السورية هو يقرر أن يذهب أو لا يقرر أن يذهب وهذا قراره السيادي وهذا ليس هناك مشكلة وليس هذا الأمر الذي كنت أتحدث به ما كنت أقوله أننا فقدنا القرار جميعا كسوريين بصناعة مؤتمر سلام لنا هناك من يدعو لهذا المؤتمر ونحن نقرر نذهب أو لا نذهب ولكن سابقا كان لنا القدرة على صناعة هذا المؤتمر وتحدث أننا فقدنا القدرة على أن نصنع نحن جميعا كسوريين مؤتمرنا وفي هذا الأمر أنا تهمني السيادي أكثر من أي شيء آخر في هذا الأمر لأننا كسوريين من يجب أن يصنع هذا المؤتمر هذه الكلمة لهذه الفكرة التي كنت أقولها ولم أقصد ما ذهب إليه أو ما فهم ربما من ضيوفك الكرام هذا واحد اثنان إذا لم يكن هناك تواجد لوفد الحكومة السورية فليس هناك مؤتمر يعني هذا إضاعة للوقت هذا يعني من بديهيات الأمور ما بدا يعني نحكي بهذه التفاصيل ثلاثة وجود المعارضات اليوم أطراف المعارضة مرتبط بالمعارضات الخارجية مرتبط بالدول التي ترعاها هذه هي المشكلة المعارضة الداخلية ليس لها دولة ترعاها وبالتالي قد لا يكون لها هذا الحضور هذه واحدة اثنين الاختلال في التمثيل قطعا سيكون هناك اختلال في التمثيل لأن الحجر الأساسي أو القلب الضارب اليوم للمعارضة هم سبع أو ثمان فصائل مسلحة أساسية هي التي ستكون على الطاولة وبالتالي إذا كان هناك تفاوض مباشر فقط بين وفد الحكومي وهذه المعارضات فالتفاوض سيكون على أمور قطعا عسكرية ولن يكون على الأمور التي نحن نريدها جميعا كسوريين بالتغيير يعني ماذا تتخيلين هل ستكون هناك مفاوضات مع جيش الإسلام على الديمقراطية وعلى فصل السلطات وعلى علمانية الدولة وعلى الانتقال قطعا لا وبالتالي سيكون هناك اختلال خطير في هذه المفاوضات وفي هذا المسار وجودنا ووجود غيرنا ليس نحن فقط هو لوضع الجزء المدني وجزء السياسي من هذه المفاوضات اليوم الناس الموجودون في داخل سوريا هم الذين عانوا من كل شيء عانوا من الإرهاب وعانوا من نقص المواد وعانوا من الحصار الاقتصادي وهم من يحملون الرؤية لتغيير سوريا على اختلاف توجهاتهم السياسية وهذا الأمر الذي كنا نقول دائما يجب العمل عليه حتى في الداخل بدون مؤتمرات خارجية وبدون لقاءات في الخارج اليوم أغلب السوريين أو جزء من نخبة السوريين لديهم رؤية واضحة لخياراتهم الاستراتيجية وماذا يريدون من سوريا المهم اليوم ما نقوله هو تعاون السلطة الجدي في هذا الأمر ولكن السلطة تقول أنها تريد مجموعات وازنة لتتفاوض معها فلتتفضل هذه مجموعات وازنة عسكرية ربما هي أوزن شيء فلتحضر لنا ديمقاطية يعني نفهم من كلامك أستاذ أنتم كمعارضة داخلية تعترضون أساسا على صيغة التمثيل الذي سيحصل أساسا في مؤتمر الأستانة يعني الحديث عن لقاء وحوار مع مفصائل مسلحة أمم مرفوض بالإسباب لكم طبعا لأن التفاوض مع المسلحين في مسار سياسي سيؤدي إلى اتفاقات مسلحة فقط طيب والحل برأيك طيب الحل برأيك عطيني حل اتفاقات فيما أقول هناك جزء كبير اليوم من حوامل المجتمعية الموجودة للسوريين كنا نقول دائما أن هناك ضرورة لفتح مسارات حوار ولفتح مسارات تغيير جدي في الداخل السوري الرئيس الأسد اليوم تحدث في اللقاء الذي عرضتهمه عن عودة اللاجئين من أوروبا وقال أن عودة اللاجئين بحاجة إلى أمرين أساسيين واحد الأمن والأمان وثانيا الواقع الاقتصادي هذه أمور سواء كانت موجهة في حديث للاجئين ولكنها أمور تهم جميع السوريين في الداخل وفي الخارج الأمن والأمان لا يتعلق فقط بالموضوع العسكري يتعلق أيضا بأمن المواطن وبقدرته على تحصيل حقه من سلطة قضائية وبقدرته على أو بعدم أن يكون هناك غبن له سواء من أجهزة حكومية أو من أجهزة أمنية هذه كلها في العوامل الأمنية بكل الأحوال تم عارضة داخلية أستاذنا بكل الأحوال تم عارضة داخلية أستاذنا لنبحث عن نموذج اقتصادي لسوريا هل تتوقعين أن سيكون هناك حديث مع جيش الإسلام عن النموذج الاقتصادي القادم لسوريا؟ طيب بكل الأحوال كل جزء مما ذكرت هو له حديث أثاثا مطول أن يكون هناك فصائل تجلس للتفاوض هو ليس من باب أن الحديث سيتمها لكن العمليات العسكرية تحتمل اليوم مثل هكذا تحرك ودولة سوريا تسعى بشكل دائم وهذا ما تقوله دائما لحق دماء السوريين وأيضا لحل الأزمة في سوريا لو سمحت لي أستاذ عمر لكن سريعا تعقيبك على الأستاذ المصر تعقيبي نحن في الوفد السوري وفد الدولة السورية وفد الجمهورية العربية السورية وليس وفد السلطة هذا أولا يعني كنا دائما نقبول وهذا هو موقف الدولة السورية الرسمي وموقف وزارة الخارجية والدبلوماسية السورية يجب أن يشارك طيف أوسع ما يمكن من المعارضات عدم استثناء أي منصة لا القاهرة ولا موسكو ولا دمشق نحن كنا عندما نتحدث وأعتقد الدكتور عبدالقادر عزوز كنا نقصد رعاة من يركبون المعارضات السورية ومن يحضر ومن يتم إقصائه فكانوا يقصون بعض المعارضات الوطنية خاصة ملصة دمشق نحن مع أكبر تمثيل معارض للسوريين في المؤتمرات الدولية رأيك باللي قاله الأستاذ أنس بأنه هو ضد كمعارضة داخلية ضد جلوس وفد الدولة السورية مع أي فصيل مسلح وتفاوض معه لا قد نختلف قليلا لا تفاوض السياسي معه هناك تفاوض على وقف طلاق النار هذا أمر ضروري ولكن أن يكون محصورا التفاوض السياسي عفوا أستاذ عمر عفوا على المقاطعة فضل ولكن أن يكون التفاوض السياسي فقط بين وفد السلطة ووفد الفصائل المسلحة بالتأكيد لن يكون منتجة ولكن هناك ضرورة بالطبيعي للحديث مع المسلحين عن مواضيع وقف طلاق النار وعن المواضيع الأخرى ولكن حصرية هذا الأمر سيؤدي إلى أن يكون هناك وبالتالي دور المفاوضات معهم يقف حتى هذه النقطة فقط طبعا طيب فضل سترانيا أنا أعتقد أن تشكيلة المؤتمرات الدولية القادمة هكذا من باب التحليل السياسي وبعض المعلومات في الأسيتانة أو في الجنيف يجب أن يتواجد فيه ممثلي الفصائل المعارضة المسلحة وأنا بالنسبة إذا بدأت تاخذي رأيي هذول إرهابيين هذول يعني عرفتي كيف أحرار الشام موحسن من جبهة النصرة وموحسن من داعش ولكن سوف يكون هناك تمثيل سياسي أيضا للمعارضات السورية ونحن مع هذا التمثيل لأنه حتى نكون موضوعيين واقعيين يلي عم يسيطر على الجغرافيا على الأرض في بعض المناطق السورية تلك الفصائل المسلحة وليس المعارضات الأخرى إن كان منصة القاهرة أو منصة دمشق نحترمهم جميعا أو منصة موسكو هؤلاء ليس لديهم أجنحة موسلحة لتسيطر على الجغرافيا السورية لذلك مع الأسف ما يسمى المعارضة ضمن قرد في سوريا غالبيتها معارضات موسلحة وليس هناك أصلا في المصطلح السياسي شيء اسمه معارضة موسلحة هؤلاء إرهابيين أساسا لا نختلف على وجود معارضة يعني سبعة فصائل إن كان أهمها أحرار الشام جيش الإسلام في فيلقة الشام جيش إدلب ونور الدين الزنكي المرتبط بالاستخبارات التركية الميت التركي كلهم شاركوا في قتل الشعب السوري ولكن لضرورات للحليف الروسي ولضرورات لبعض المعطيات والإسقاطات الإقليمية والدولية نحن منفتحون على كل المعارضات بما فيها بعض المعارضات المسلحة حتى نظهر لشعبنا السوري وللرأي العام العالمي بأن هؤلاء أدوات بيد مشغليهم من الخارج وليسوا معارضات قرية جميل حديثك بطبيعة الحال أنت عم تتحدث وحضرتك جزء من مكون أساسي في سوريا وهو الموضوع الكردي عفواً عفواً هنا أنا قلت بأن نحن نمثل الدولة السورية لأنه أنا مثلاً جئت مع ثلاث زملاء لأليم من مجلس الشعب السوري أي الدولة السورية وليس الحكومة السورية وأنا أمثلوا تياراً كردياً وطنياً سورياً وازناً بامتياز وقالها رئيس الوفر بس بهذه النقطة ما الذي يضمن اليوم ردود فعل معاكسة من التيارات أو من الفصائل الكردية تحديداً لو سمحك أنا أنصح بعض الفصائل الكردية السورية بأن لا تراهن على الأجندة الأمريكية في المنطقة وفي سوريا أمريكا دولة براغماتية هي تبحث عن شركاء بريين لتحرير ضمن قوص أو لسيطرة على بعض الجغرافيات في شمال شرق الخريطة الوطنية السورية وأنا أقصد في ملاطق البام من برج الرقة دير الزور والجزيرة السورية لاستخدامها للمصلح الأمريكية ولمصلحة الناتو والدوائر الصهي وأمريكية في أي مفاوضات قادمة ضد المشروع الروسي يعني ما لهم أجندة لأكراد سوريا سيخدعون الأكراد ما لهم أجندة لأكراد سوريا طيب الاجتماع الذي تم بارح برميلان تحديداً والذي اعتبر هو أول ردود الأفعال الكردية نعم صحيح هذا الاجتماع تم على امتدار ثلاثة أيام انتهى البارحة وكان هناك إعلان لما يسمى الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا فيما سبق كانت الفيدرالية الديمقراطية لروش آفا وروش آفا تعني باللغة الكردية أي الغرب يعني غرب كردستان فحذفوا كلمة روش آفا غرب كردستان لتشمل قطاعات الواسعة من المكونات الأخرى العربية والمسيحية وحتى لا تتخذ الطابع الكردي رغم ذلك أنا أقول للأخوة الأكراد أن ينسقوا مع الجيش الوطني السوري في غرفة عمليات واحية يعني برأيك الاجتماع اللي تم مبارح برميلان ألا يعتبر خطوة أساسا لعرقلة أي محادثات جديدة ألا يشكل أساسا تهديد لموضوع وحدة الأراضي السورية نحن في المبادرة الوطنية للكرد السوريين نعتقج بأن حل البسألة الكردية في سوريا هو دمج الأكراد في الحراة الوطنية السياسية والثقافية السورية مع الاحترام الشديد والنهائي لسيادة الجمهورية العربية السورية وعدم طرح مسائل إن كان شكل النظام السياسي لسوريا في المستقبل إن كان أتولومي أو فيدرالي أو تطوير الإدارة المحلية نحن لدينا نظام إدارة محلية منذ عام 1972 هو صحيح بحاجة لبعض التطوير السياسي وهل النظام في سوريا سيكون رئاسي أو شبه رئاسي أو برلماني هذا الأمر يحدده الشعب السوري كما تطلق إليه سيد الرئيس بشار الأسد في أكثر بالمناسبة بأن ذلك سيحدده الدستور العتيد القادم بعد أن يعرض على الاستفتاء الجماهيري الواسع على كل مكونات الشعب السوري وليس على مكونات واحدة بكل الأحوال نقطة جدا هامة دكتور عبدالقادر عزوز عندما نتحدث عن خرق كبير يجري في بعض المفاصل وهي هذه النقاط الهشة التي تحدث عنها مسبقا الأستاذ أنس جودة ليس المزاج الدولي غير المستقر وإنما أيضا عملية الأقصاء التي تتم من أحد الأطراف الإقليمية تحدث عن تركيا لبعض الفصائل المتواجدة على الأرض إلى أي حد اليوم نستطيع أن نعتبر بأن المرحلة القادمة بإقصاء طرف وهو طرف أساسي يعتبر أساسا في التكوين السوري قد يشكل انهيار بطبيعة الحالي هذا الاتفاق طبعا يعني آن سيرانيا رغم أن الدولة السورية تجاوزت الكثير من المفاهيم المتعلقة بضرورة تأطير عمل المعارضة وعدم الاعتراف بدور ناشط أو أن يكون جزء من منطوق المعارضة ومع ذلك رغم بأن القرار 2018 أشار بشكل واضح إلى صلاحية التمثيل وأنه أصل ولاية الاشتراك رغم ذلك الدولة السورية وعلى لسان السيد الرئيس أشارت إلى تيار وسط بكل الأحوال هذا التيار الوسط يضم شخصيات وغيره أما قوى المعارضة خارج التأطير القانوني بشكل أساسي فهي لا تصبح إلا ضمن التيار الوسط لا يمكن على الإطلاق في إدار منطق ثنائية الحكم والثنائية الحكم والمعارضة بشكل أساسي أن يكون هناك إعادة توزيع للمواقع في إطار وإعادة تنظيم المجال العام وأن يكون الجميع حاضرا في إطار توزيع المواقع من يستطيع فرض هذا الأمر؟ من يستطيع أن يقول على كل الأطراف أن تحضر؟ قادرة روسيا أن تضغط على الطرف التركي بصراحة الأمر يتعلق أولا بطرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 الجهود الأمم المتحدة يجب أن تنصبوا جهود السيد ديمستورا بمشاركة أوصع طيف من أطياف المعارضة نحن عندما نتحدث عن ضرورة صلاحية التمثيل وضرورة أن يكون هناك إعادة والميدان إعادة إنتاج توزين قوى لكنه لا نريده بشكل أساسي إلا في إطار أننا نبحث عن إنفاذ مخرجات الحوار ما يمكن أو ما نتفق عليه فبالتالي الجهات الوازنة لا شك بأنها تستطيع لكن الدولة السورية فقط إذا كانت تستطيع ما الذي يمنعها نعم أنسرا لنوضح الدولة السورية لا مشكلة عندما تتحاور مع مسلح يجب أن نميز بشكل واضح ما بين مجموعات تحمل مشروعا متطرفا إرهابيا وما بين مجموعات حملت السلاح ضد الدولة السورية ليس لديها مشروع إرهابي متطرف حملت السلاح بشكل أساسي الدولة السورية تحاورهم لكنها لا تحاورهم على قضايا سياسية هذه النقطة انتهينا منها حدثنا فيها بطبيعة الحال تحاورهم فقط على قضايا ميدانية النية فليطمئن الجميع لا يمكن على الإطلاق أن يكون هناك إعادة تشكيل بنية وإعادة صياغة عقد اجتماعي جديد للدولة السورية في إطار أنها اليوم عندما تجلس مع الأسيتاني فبالتالي الأسيتاني يضم طيف واسع سواء لجهد المسلحين أو لجهد أيضا المعارضة السياسية ولكن حضور طيف من عدمه كما قلت لك يعني حضور فصيل معارض من عدمه الدولة السورية تتمنى حضور الجميع الغير إرهابي بشكل أساس طيب بكل الأحوال قبل ما ننتقل للمحور الثاني في استوديو الحدث لو سمحت لي أستاذ أناس جدا مهمة نقطة الحديث عن غياب الدور السعودي والقطري في هذا الاتفاق ما الذي يجعل الأمر مقلق أكثر أو مريح أكثر بغيابهم ما تفسيركم أنتم كمعارضة داخلية لعدم التواجد السعودي والقطري وهل لذلك ارتباط واضح ومباشر أيضا بالغياب بغياب الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الاتفاق أم أن الاتفاقيات تعقد نحن نتمنى غياب دورهم بشكل كامل غياب دورهم بشكل كامل يمكن الكل يتمنى وسترنا نعرف أساسا غيابهم ما تأثيره أساسا على هذه الاتفاقيات التي تجري لا اليوم هو أكيد مرتبط بالموضوع الأمريكي والموضوع الأوروبي اليوم في كتلة كاملة ما لموجودة اليوم على ساحة هذه المفاوضات نتحدث عن بريطانيا وفرنسا أيضا حتى الاتحاد الأوروبي اللي هو دوره موقفه وسطي ربما أكثر من بريطانيا وفرنسا كان في مبادرة من فترة للسيدة موغيريني بخصوص سوريا كل هاي الكتلة اللي كانت عم تتركب عم تحاول صناعتها بالفترة الماضية السعودية الولايات المتحدة وعفوا بالاتحاد الأوروبي كلها غير موجودة هذا يعني بد يكون ضعف بالتوازن بالاتفاقات بكل الحالات الأسيتانة اليوم هو بحده الأعلى يعني في حال كان كنا متفائلين به ممكن يكون بروفا لجينيف بالحده الأدنى هو ممكن يكون يعني يكون في على الأقل فتح مسار ربما متوازن بسوريا بدي أرجع للمقطة بس موضوع التوازن والتمثيل هاي موضوع يعني كتير دقيق بحاجة لبحث اليوم التمثيل عندما نقول أن الميدان عاد التوازن أو صنع توازنات جديدة هذا أمر خطير وأننا متحدث على مسار سياسي عندما نتحدث عن مسار عسكري فهذا أمر مفهوم وطبيعي جدا وحتى مطلوب وليس مفهوم مطلوب من واجب اليوم السلطات أن تتفاوض أو تتحدث مع المسلحين على مواضيع عسكرية ولكن عندما نقول أن الميدان هو من يفرز المفاوضات السياسية هذا أمر خطير بأخذنا لمحل آخر وهي النقطة اللي كنا عمل أولى وهي النقطة اللي عمل أولى كل الوقت حتى السلطة كانت عم تقول أنه نحن لم نتفاوض مع المعارضة الداخلية أو المعارضات الأخرى لأنه ما إلها تمثيل على الأرض ما إلها وجود أو حتى تعبير قانوني وكنا نقول ليس لا يتعلق الأمر بتفاوض طرف لطرف نحن ما بهمنا هذا الأمر بهمنا أنه المسار يمشي بهمنا أنه الإصلاحات أو الخيارات أو التغيير بسوريا هو اللي يمشي بغض النظر صار معنا ولا مع غيرنا وكانت تقول أنه نحن بدنا أطراف وازنة طب هاي أطراف وازنة من هم تقصد أطراف وازنة؟ شويتان يحاسس أن الضيوف الكرام عم يدافع عنهم شويتان يكونوا موجودين على الطاوضة هاي أطراف مسلحة وازنة هيطلع مننا حل سياسي نقطة اللي عم حاول أولى أنه لا في خلل كان بمسار برؤية السلطة كل هذه الأمور مساحات أو مبادرات الحوار اللي هي فتحة السلطة واللي قالت عليها واللي كانت وقته كان رئيس الوزراء الدكتور الحلقي يلي أجهضت بمحله وكل المسارات اللي كنا عم نقولها هاي النقطة اللي عم حاول أن أركز عليها بهذا المحور الحل السياسي يأتي من الحديث مع السوريين سواء كان لهم وزن ولا ما لهم وزن اليوم بعد 40-50 سنة من ضحالة العمل السياسي ما فيك تجي تقول أنا ما بحكي مع هذا خلينا نحط البوصلة ما هي مصلحة سوريا وما هي الإصلاحات اللي يجب أن تتم بغض النظر بين أعاد على الطاولة بس خلينا أخذ منك موضوع الدول وللأمر العسكري فضل إذا سمحتيني لأوضح لأخي وصديقي الأستاذ أناس فيما يتعلق يجب أن نكون واضحين يحيانا يكون هناك خلط عندما نتحدث عن علاقة الميدان والسياسة تكون عادة مع أعداء البلد وبالتالي اليوم الميدان عندما صنع التوازنات وأعاد إنتاجها من جديد وأعاد التوزين وذهب بمنطق الواقعية السياسية نحن نقصد أعداء سورية الدول الإقليمية والدولية أصبحت أكثر واقعية فالدولة السورية يا سيدي الكريم عندما نلتقي يجب أن نميز ما بين تفاوض الدولة تفاوض الأعداء أما أبناء البلد بينهم حوار فعلى سبيل المثال الدولة السورية في العام 2012 رفضت بيان جينيف وكان الواقع الميداني ليس لصالح الدولة السورية المشكلة مع المسير يا دكتور عبدالقادر المشكلة مع المسير هذا المسار ولا هذا المسار وعن نظل وقفين بدون تغيير صحيح اليوم حديث مثلا عن قانون المركزية الإدارية قانون صدر بأوائل 2012 قانون ثوري وهائل ورائع بموضوع الحكم المحلي ما صار عليه شيء موضوع بالدرج هل هو متروك للمفاوضات لما لا موضوع فرص السلطات موضوع فرص السلطات القضائية هذه أمور ما لا يجب أن ننتظر رحلة المسارات الدولية لحتى نتحدث فيها هذه النقطة اللي عم أولى أستاذ أنس أنت تعلم بأن الدولة السورية داعمة لكل المنصات بشكل المنصات السياسية وهي على الإطلاق لا تدافع بل هي ليست أصلا في إعادة في أن يكون هناك نوع من التثقيل لفصائل مسلحة على الإطلاق كما قلت لك الدولة السورية تتحدث معهم حول قضايا أمنية وميدانية الحديث السياسي يا سيدي الكريم المنصات بالعكس مطلوب اليوم تفعيل أدوار وأنا أشدد ويعلم الأستاذ عمار كيف كان حرص وفد الجمهورية العربية السورية على تمثيل معارضة الداخل بشكل أساسي بكل صدق لكن اليوم نريد أن يكون هذا الأمر متعلق أولا بنوعية الأفكار ومدى قدرة إنجاح أو مدى قدرة الإنجاح في الالتزام بالأفكار التي تصدر عن منصات ومؤتمرات وأخرى استاذ أناس يجب اليوم للدكتور عبدالقادر استكمالا وتأكيدا على كلامه نحن تحدثنا عن تطوير قانون الإدارة المحلية في سوريا بس نحن نستغرق تحت قبة مجلس الشعب وأنا طرحته الموضوع أكثر من ذلك أما في جينيف فليعلم أخ أناس بأن منصة دمشق اجتمعنا بهم في مقر سفارتنا في جينيف وأيضا في مقر الفندق الذي كان ينزل فيه الوفد السوري وفرضناهم على ديمستورا بأن هؤلاء يمثلون جزء من الشعب السوري ويجب السماع لأصواتهم نحن لم نقصر أنا مع السماع لصوت شخص معارض واحد سياسي ولو كان شخصا واحدا ولكن عندما نتفاوض مع المسلحين مع الفصائل المسلحة هذه لضرورات عسكري تاريا تتعلق بموضوع الإرهاب ومن هنا جاءت تسويات والمصالحات الوطنية نحن عندما ننجح في مصالحة وطنية محلية على بقعة جغرافية من الجغرافية الوطنية السورية نوفر الكثير من المال والجهد على الجيش العربي السوري بكل الأحوال يعني هو ليس من الخطأ اليوم أننا تحدث عن قضايا جدا مهمة لها علاقة أساسا في مستقبل العملية السياسية في سوريا لكن بتخيل حتى الحديث عن هذا الموضوع هو أمر سابق جدا لأوانو الحديث عن موضوع فصل السلطات ولا القضايا الأخرى اللي تم الحديث عنها يمكن النقطة الأولى التي تعتبر هي النقطة الأهم بطبيعة الحال هي كيف تبدأ سوريا من يوم غد عملية جديدة ونعتبر بأن الإعلان عن انتهاء الحر في سوريا هو النقطة الأهمة التي تبدأ بالمحادثات التي ستنطلق في الأستان وإن شاء الله تنتهي في دمشق ولا تنتهي في مكان آخر إليك تعقيب أخير أستاذ أنس قبل أن تنتقل إلى الملف الثاني الموضوع اللي بدي أقوله ليس فقط موضوع برجع بكرر ليس فقط قصة الحضور بالمؤتمرات أو لا أنه ضغطنا على ديمستورا ليكونوا موجودين المشكلة هي بالمسار بحد ذاته أكيد موضوع فصل السلطات قلته كفكرة لأنه لا يمكن الحديث مع مجموعات مسلح عن موضوع فصل السلطات بهمنا نحن الأمور الأساسية التي تهم السوريين اليوم وهي ثلاث مداخل أساسية هي قلب التغيير بسوريا اليوم موضوع المجتمع المدني اللي علاقة بالنقابات والتنظيمات المهنية موضوع الاقتصاد المحلي وموضوع اللامركزية الإدارية هذه الأمور ليس لها علاقة بالمسارات السياسية ولا يجب أن تنتظر أسيتانا ولا جنيب ولا الروس يقولوا تعوا شرفوا في مؤتمر ولا الإيرانيين مع احترامنا وصداقتنا لهم جميعا هذا أمر سوري سوري ومشكلتنا أن السلطة ليست موجودة بهذه الأمور نهائيا هذه النقطة اللي أقول يعني ما أعرف يعني الرد على هذا الموضوع يحتاج إلى العديد من الحلقات إذا كانت موجودة أو غير موجودة يعني بطبيعة الحال هناك أولويات يجب العمل عليها وبطبيعة الحال أيضا اليوم تحدثت الدولة ليست شخص واحد هناك مؤسسات وكل مؤسسة تتعامل مع قضية سريعا جدا دكتور عبدالقادر لا شك بأن الدولة حاضرة ويعلم جيدا لكن لا شك بزمن الحرب الدولة في إطار تقديم خدمات وتقديم وأداء مرافقها العامة لا شك بأنه يصاب بشكل أو بآخر بحالة من أشكال الركود في بعض المفاصل لكن يعلم الأستاذ عمر بأن مناقشت خاصة بأن البعض منها مشاريع إشكالية يعني الحديث عن تطوير اللامركزية الإدارية وتطوير قانون الإدارة المحلية لا يمكن على الأطلاق أن يتم على عجالة وخاصة أن البعض منها يحتاج إلى جملة توافقات وكثير منها توافق سوري نعم السلطة حاضرة لا شك ونحن نعلم جملة التدابير ويعلم الأستاذ أنز زالغ والأستاذ عمر ولكن أحيانا عدم استكمال عدم قيامها بكافة مهامها يوجد له سبب والكل يعلم ذلك حتى الحديث عن بعض النقاط دكتور عبد القادر عزوز أنه نبدأ فيها من الآن ولا ننتظر يوم غد هو أمر ليس بخطأ بطبيعة الحال أشكركم حتى هذه اللحظة الأستاذ أنس جودل دكتور عبد القادر عزوز وأيضا الأستاذ عمر أوسي نبقى مع ملفنا الثاني مباشرة عندما نتحدث عن العلاقات الأمريكية روسية نتحدث عن انتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تزامن أساسا مع توتر غير مسبوك في العلاقات الروسية الأمريكية المواقف الأخيرة نستعرضها في هذا التقرير ونعود لمتابعة هذا الحوار إلى مزيد من التأزم تتجه العلاقات بين روسيا والإدارة الأمريكية الحالية موسكو تتوعد واشنطن بأنها سترد على العقوبات التي فرضتها عليها وفق مبدأ المعاملة بالمثل وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه اقترح على الرئيس الروسي أن يعلن 35 دبلوماسيا أمريكيا شخصيات غير مرغوب فيها وذلك ردا على إعلان الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيا طالت بعض الشركات والأجهزة الأمنية وقيادة القوات المسلحة الروسية كما أعلنت السلطات الأمريكية 35 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها وذلك على خلفية مزاعم بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا وصفت من يقيمون في البيت الأبيض بأنهم لا يشكلون إدارة بل مجموعة من الفاشلين في السياسة الخارجية والحاقدين زخاروفا أشارت إلى أن الخطوات في الشرق الأوسط هي التي كان يجب أن تكون شاملة وليس الانتقام في إشارة إلى أن ما يجري في تلك المنطقة هي التي أزمت العلاقات بين البلدين فهل يكون الدور الروسي في المنطقة وخاصة في محاربة الإرهاب والمضي باتجاه حلول سياسية للأزمات خاصة في سوريا هو محور تلك الخلافات بكل الأحوال عندما يصدر أستاذ عمر أوسي تصريح من قلب روسيا المتحدثة باسم الخارجية الروسية وتتصف من يجلس في البيت الأبيض بأنهم مجموعة من الفاشلين أي مستوى من التوتر بالعلاقات الروسية الأمريكية وصلت إليها؟ لا شك يعني ازدياد التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية في الأشهر الأخيرة كان لها عدة أسباب أمريكا كان لديها كروكي جيو سياسي جديد لمنطقة الشرق الأوسط وليس سوريا فقط أمريكا هي التي صنعت الإرهاب الراديكالي بشقيه السلفي والإخواني أمريكا هي كمايسترو أعطت التعليمات وأمر العمليات لعملائها في المنطقة النظام الرجعي العربي الصاقط والنظام الفاشي القراني التركي للتدخل في الأزمة السورية وتخريب سوريا وحتى تقسيم سوريا وهذا أعمال أمريكا أساسا معروفة وواضحة جدا لكن مستوى التصريح الروسي اليوم ماذا يجعلنا نعتبر اليوم بأن العلاقات الروسية في أي خط اليوم نستطيع أن نعتبر بأنها متوترة أنا أعتقد أننا أمام ثلاث أسابيع ليستلم الرئيس الأمريكي الجديد في عشرين هذا الشهر القادم من هنا لعشرين الشهر ثلاث أسابيع بالضبط أمريكا والعلاقات الأمريكية قبل ترامب هي ليس مثل ما بعد ترامب طيب ونحن نتحدث عن أسابيع ليستطول قليل يمكن تقوم حرب أساسا بطبيعة الحال نعم لا يستطيع الآن أوباما وإدارته مشلولة لا يستطيع في هذه الثلاث أسابيع أن يقدم عن حرب نحن نتحدث عن مستوى أساسا التصريحات التي ممكن توصل لمستوى حرب الكلام سياسة ترامب استراتيجيا لها ثلاث عنوين لها لوجو يعني الأول العلاقات الطيبة مع روسيا ومع شخص الرئيس بوتين لأنه أصبح شخصية عالمية أمبراطور عالمي بالمعنى الإيجابي للأمبراطور وأيضا مكافحة داعش وجبة النصرة وبقية المنظمات القاعدية بأنها باتت تشكل خطر على المصالح الأمن القومي الأمريكي وأيضا وقفة دعم عن الأنظمة الأوليغارشية الخليجية يعني بمعنى الثاني بالمشار محي ما عند أمريكا تشغل مع الخليج بلاش بدأت أشغل مصرياتهم بمقابل حمايتهم بس اسمحي لي لذلك أنا أعتقد بأن هذا التوتر الذي ازداد في الأسابيع الأخيرة وتصاعد إلى مراحل غير مسبوقة سوف ينزل الخط البياني بمجرد استلام ترامب الإدارة الأمريكية وسنشهد فصلا جديدا ستكون من عكساته إيجابية على الأزمة السورية من حيث التفاهم والتقارب وبالمناسبة حتى وقف إطلاق النار الذي لم تكن أمريكا مشاركة فيه بشكل فعلي كانت دمشق وموسكو وطهران والقاهرة مبارح كان فيه تصريح من البيت الأبيض رسمي بأننا مع سنشارك هذا الاتفاق بوقف إطلاق النار وهو عمل إيجابي هذا مؤشر أمريكي القرارات من هؤلاء عشرين الشهر لازم تعرفيها بأنه ليس قرارات أوبابا قرارات اعتباطية طبية لأنه يمتلك الغالبية في مجلسي الشيوق والنواب لذلك أنا أعتقد هناك تحول كبير ونطة انعطاف كبيرة على المستوى العالمي والعلاقات الروسية الأمريكية بما لها من عكاسات واستنساخ على الجغرافية الوطنية السورية وما يحدث في سوريا من حرب عالمية ضد الوطن السوري ديمغرافيا وجغرافيا لو سمحت لي أستاذ عبدالقادر عزوز عندما نتحدث أساسا عن توتر وتأزم لهذه العلاقات الروسية الأمريكية حتى وإن كانت الأسابيع الأخيرة من هذه الإدارة لا تشكل شيئا في واقع العلاقات لكن ما الذي يضمن اليوم ألا يكون لها انعكاسات على واقع ما سيجري من هذا الاتفاق المعلن اتفاق وقف الأعمال القتالية تأثيرها أساسا على الجماعات والفصائل المسلحة المتواجدة في الأراضي السورية تأثيرها على القرار السعودي والقطري في اللحظات الأخيرة نعرف تماما مدى العلاقة التي تجمع الخليج مع أمريكا وإن كانت الإعلان الصريح عنها هناك وابترات وغير ذلك لكن لا نستطيع أن نفصل عن واقع العلاقة الكبيرة بينهما تفضل طبعا يعني أنسيرانيا العنوان الأساسي لطبيعة العلاقة الروسية الأمريكية في هذه المرحلة نستطيع أن نصفها بأنها اليوم التواصل ضمن إطار الحرب الباردة بشكل أساسي هي ليست لا حوارا ولا شراكي ابقاء قناة التواصل لأن الحوار يكون ما بين أطراف عادة لها أهداف مشتركة وشئنا أم أبين ترامب المرشح غير ترامب الرئيس لإدارة الحملة غير إدارة أثناء السلطة والحكم بكل الأحوال استكمالا لحديث أخي وصديقي الأستاذ عمار اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا شك بأنها اليوم في إطار مقاربتها في إطار أدوار الدولة العميقة التي أحيانا قد تخرج عن إطار ومنطقها بشكل أساسي هو منطق العداء لروسيا اليوم السؤال الأساسي ما هي قدرة ترامب في ضبط التفاعلات خاصة وأنه ضمن جاء من المصالح الضيقة للرأس مال الأمريكي بشكل أساسي والاحتكارات العالمية فاليوم قدرته على الضبط مسألي فيما يتعلق بأثره على سوريا بشكل أساسي لا شك بأن التواصل الروسي الأمريكي يخدم بشكل أو بآخر معطيات ما يجري في سوريا والسياسة الروسية السورية بتواصلها أوجدت حالة من منطق سياسة الخطوة خطوة ومنطق الواقعية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية رغم إدراكها بشكل أساسي بأن النفاق والخداع علامتها المسجلة وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخضع على الإطلاق إلا تحت الضغط فاليوم قصور اليد الأمريكية وأدواتها الإقلامية في تغيير مسارات الحرب تهافت أحصن الطروادة المستمرة للتغيير بشكل أساسي عملت على تعويض الفاقد من خلال تصعيد دبلوماسي احتواء مزدوج للجانب الروسي والصيني وأيضا عملية تضليل إعلامي وشيطنة الدور الروسي في سوريا هذه كلها اليوم أدوات أمريكية لننتظر القادم من الأياب لننتظر ترامب الرئيس حتى نستطيع من خلالها الحكم بشكل واقعي حول طبيعة وما هو مستقبل الإدارة الأمريكية بالتعاطي مع ملفات أقليمية أستاذ أنس لو سمحت منذوب روسيا الدائم الآن يتحدث ويقول وزعنا مسودة قرار أو مشروع قرار أممي لوقف الأعمال القتالية في سوريا للمصادقة عليه في ضوء التوتر الروسي الأمريكي إلى أي حد قد تنجح روسيا اليوم في إصدار قرار أممي حول هذا الاتفاق أعتقد تصريح الإدارة الأمريكية مبارح قد يكون عامل إيجابي بهذا الأمر قد يكون مؤثر أو إشارة لتمرير القرار في النهاية هذا الأمر لا يستطيع لا تستطيع الإدارة الأمريكية سواء الحالية أو القادمة هو أحد أن يقول أنه ضده هناك وقف أعمال قتالية هناك تركيا مع مجموعاتها الوازنة من المجموعات المسلحة موافقة على هذا الاتفاق فاليوم لا تستطيع الولايات المتحدة مباشرة أن تهاجم هذا الاتفاق ربما لاحقا ستعمل على إفقاده من مضمونها أو على تحريك أوراق أخرى أو مجموعات أخرى لإعادة ربما خلط هذه الأوراق لأن اليوم الصراع بين الولايات المتحدة والروسيا هو صراع مستمر سواء جاء ترامب أو جاء غيره هناك صراع على إدارة العالم وصراع على النفوذ العالمي اليوم روسيا تحاول الدخول على لب الاقتصاد العالمي تحاول الدخول بطريقة رئيس مالية لم تعود الأمور سابقا كما كان الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة كل له مجاله الحيوي واقتصاده وعمله اليوم روسيا بمحاولتها لخلق تحالف دولي من دول البريكس بنك دولي لتمويل المشروعات الصغيرة هي تحاول أن تغزو أو تحارب أو تصارع على عصب العظمة الأمريكية واحد أسباب عظمة أمريكا قدرتها على السيطرة على العالم فهذا الصراع مستمر بشكل طويل ولن ينتهي موضوع ترامب أو موضوع أوباما أو غيره هذا أمر نسبي وما سنراه من التغيير هو ما رأيناه اليوم لن يكون هناك توافق أخرى على محاربة الإرهاب يعني هو استكمال لما نراه اليوم لن يكون مختلفا جدا عن هذا الأمر توافق دولي بالحد الأدنى أن هناك إرهاب مفلت هذا الإرهاب يضرب مصالح أوروبا يضرب مصالح الاقتصاد العالمي يهدد الأمن فبالتالي يجب احتواءه بطريقة أو بأخرى بالإضافة اليوم للحديث عن موضوع إمدادات النفط والغاز كلام السيد الرئيس ملفت جدا اليوم في أعادة الحديث بهذه النقطة لم يتم التحدث من قبل أحد بهذه النقاط على هذا المستوى في السابق مما يدل على أن فعلا كان هناك أن هذه المشكلة أو هذا الأمر هو أحد أسباب الصراع الجيوستراتيجي على سوريا اليوم ربما نتحدث أيضا عن ربما مسار أمبوب جديد ربما من كازاخستان إلى البحر المتوسط هذه أمور بإعادة دراسة اللعبة مرة أخرى طيب أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من دمشق عبر الأقمار الصناعية كنت معنا أنس جودة رئيس حركة البناء الوطني وحضرتك من أطراف المعارضة الداخلية الدكتور عبدالقادر عزوز من استوديوهات الإخبارية السورية شكرا جزيلا لك أستاذ عمر أوسي تفضل لك جملتين يعني أنت تعلمين بأن عام 2016 بدأ بالمفاوضات السياسية في شتاء وربيع 2016 ومن ثم حققت جيش سوري البطل انتصارات تكتيكية وعسكرية كبرى كان آخرها الانتصار المدوي أم المعارك في حلب بعد أن وحد مدينة حلب وطهرها من الإرهابيين والمنظمات القاعدية أنا أعتقد بأن هذه الانتصارات في 2017 ستستمر الانتصارات العسكرية على بقية المناطق الجغرافية والجغرافية الوطنية السورية وسيكون عام 2017 بشائر النصر النهائي للشعب السوري والدولة السورية وأيضا على مستوى الحل السياسي والمؤتمرات الدولية أشكرك جزيلا شكر لأستاذ عمر أوسي عضو مجلس الشعب السوري ورئيس المبادرة الوطنية للاكراد السوريين وعضو وفد الجمهورية العربية السورية شكرا جزيلا لتواجدك معنا في ملفات سيديو الحرار وأبرز الأحداث في هذا التقرير الجيش اللبناني يعتقل خلية إرهابية من ثلاثة أشخاص في مدينة طرابلوس الشرطة الروسية تعلن مقتل أحد عناصر الحرس الوطني الروسي وإصابة آخر في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في منطقة موسكو الجديدة شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية تعتقل رجلا في سيدني هدد باستهدف احتفالات رأس السنة العثور على سيارة محترقة في ولاية ريو دي جانيرو ومخاوث من أن تكون الجثة داخلها عائدة للسفير اليوناني في البرازيل والذي فقد أثره منذ الاثنين زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب اندونيسيا ولا تحذير من تسونامي ذاكرة الحدث لهذا اليوم الثلاثين من كانون الأول في عام الفا وتسعمائة واثنين وعشرين ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في عام الفا وتسعمائة وسبعة واربعين اعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا عام الفا وتسعمائة وخمسة وستين انتخاب فردناند ماركوس رئيسا للفلبين في عام الفا وتسعمائة واثنين وسبعين الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فييتنام أثناء حربها على ذاك البلد في عام الفين وستة تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد في عام الفين وثلاثة عشر تفجيران انتحاريان إرهابيان يوديان بحياة أكثر من ثلاثين شخصا في مدينة فولكوغراد الروسية إلى العنوين الرئيس الأسد يؤكد أن سوريا ستشهد إعادة ولادة طبيعية بعد الحرب ويقول أن الحكومات الأوروبية تدعم الإرهاب وتعمل ضد مصالح شعوبها مع بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية هل يشكل بداية لحل سياسي في سوريا؟ وكان في ملفات استوديو الحدث توتر غير مسبوخ في العلاقات الروسية الأمريكية وموسكو تصف إدارة أوباما بمجموعة من الفاشلين كانت تلك هي ملفات هذه الحلقة من استوديو الحدث نلقاكم دائما على خير وعلى رأس الساعة نبقى مع ملفات ونشرات الأخبار من الإخبارية السورية في بيناس اشتركوا في القناة